بحمد رب إني العفيفة وهذه منظومة لطيفة فصل يا رب على نبينا والترضى عن أزواجه قدواتنا أخلاقي وبعد فالحياء رأس مالي وزينتي في الحل والترحالي فبالحياء قد لبست التاجا فكنت نجما في السماء وهاجا وبالحياء أسدل الثيابا وألبس الجلباب والنقابا وقيمتي في عفتي وحشمتي وحمرت الحياء لون وجنتي أمشي بقصد وعلى استحيائي بلا تكسر ولا اتوائي ومنطقي قصد بلا خضوعي قراري وسط مسكن المنيعي لا أبدي زينتي لدى الأجانبي وفي الطريق مشيتي بالجانبي أنا العفيفة التي اجتباها وبالإسلام ربها اصطفاها فلست مثل سائر النساء وهمتي تسمع إلى العلياء عقيدتي أن أخلص العبادة جنات ربي أرجو مع سيادا وظيفتي وظيفتي خدمة هذا الديني كزوج عمران لها حنيني وظيفتي خدمة هذا الديني كزوج عمران لها حنيني إذ نذرت ببطنها محررا فكان عيسى سبطها مبشرا وأم موسى أرضعته ثديها فأرضعته حلمها وعزمها أنا العفيفة وحسن داري فإن خرجت فهو للطراري وغايتي أن أنشئ الرجال وأغذو الفرماس والأشبال وظيفتي هندسة الأجيال لا أبتغي وظائف الرجال لها نذرت نفسي لن أنشغل عن هفدي وسيلتي إلى العلا وأسرتي أنا الضعيفة التي قواها ابن أب أخ وزوج تاها أنا الضعيفة التي قواها ابن أب أخ وزوج تاها هم عدتي بهذه الحياة يحمونني من سائر الأفاتي أطيع ربي وأطيع بالي به غنايا عن شقا وشغلي أخدم زوجي وأقم داري وأطبخ الشهية للصغاري وأغرس الأخلاق في نفوسهم وأبعد الأشواك عن طريقهم وقت الثمين له موسى أبذله أم أنا وواجبي سأفعله سأكثر النسل المباركة كما تأمل الرسول فينا قدمة وأنصر الإسلام بالأولادي الصالحين ذاك خير زادي وأختم الكلام بالصلاة على النبي فاضل الصفات وأختم الكلام بالصلاة على النبي فاضل الصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر